هل لك أهداف تأخر تحقيقها فحزنت لذلك وواددت لو أنها تقدمت فاعلم إذن أن ذلك قد يكون خيرا لك لأن الله تعالى هو المقدم المؤخر والمقدم المؤخر هو المنزل الأشياء منازلها يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء والمقدم هو المعطي لعوال الرتب والمؤخر هو الدافع عن عوال الرتب وهو الذي يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه وهو الذي قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم وهذا التقديم يكون كونيا كتقديم الأسباب على مسبباتها ويكون شرعيا كما فضل بعض عباده على بعض في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وأخر من أخر منهم بذلك وكل هذا تبع لحكمته فالله تعالى يؤخر ما يجب تأخيره والحكمة والصلاح فيما يفعله الله تعالى وإن خفي علينا وجه الحكمة والصلاح فيه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير فمن آمن بأن الله هو المقدم المؤخر فليتوكل عليه وليفوض الأمور إليه وليرض بقضائه وقدره لأن الله لا يقدم شيئا إلا بحكمة ولا يؤخره إلا بحكمة فقد يؤخر شفاء المريض ليكثر من الدعاء ومن آمن بأن الله هو المقدم المؤخر فليقدم ما قدمه الله ورسوله وليؤخر ما أخره الله ورسوله كما يقدم النقل على العقل والوحي على الهوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وليقدم الآخرة على الدنيا فإن الآخرة خير وأبقى وليقدم لها العمل الصالح ليجد ثوابه عند الله قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر